موسيقى حبيب الهين هو إذن من اليوم من حضور تجميع الهلوان من العرب للمكار كان يوميا مكان ويحلل الكلام إلى بلدات الصلاة على العلمان كان فيه من الأيام كان فيه قطبية كان فيها أسد كان هالأسد دود يخاف الحيوانات ممكن بيأذيها وممكن بيأكلها الحيوانات اجتمعوا وقرروا أنه هما يقفل الأسد ويحاولوا ويعملوا خطة كبيرة ويحبسوا الأسد دود وقفز كبيرة بالفعل اجتمع الحيوانات وقعدوا وحطوا خطة ونجحت الخطة بالفعل وحبثوا الأسد تاني يوم الحيوانات طبعا كلها كانت فرحانة وسعيدة ومسرورة في يوم من الأيام ماشي جانب الأطف الظليل أرنب صغير في الأسد قاعد يكلم الأرنب ويحايل عليه ويتوسله ويعيطله عشان يفتح له ليه يفتح له الباب الأرنب قال له لأ مش هفتح لك الباب عشان انت كنت بتعضب الحيوانات الصغيرة وبتاكلها الأسد أقصى من الأرنب إنه هو هيبقى أخليهم إنه هو مش هيعمل معهم حاجة وحشة إنه هو مش هيضروه بالفعل جيه الأرنب وروح فتح باب مين للأسد أول حاجة عاملها الأسد عاوز يقول مين للأرنب قال له انت أول واحد حبدأ ليه انت أول فريسة ليه النهاردة قاعد الأرنب يعيط ويسلق ويعيط ويسلق من سمي على سقوة الأرنب السعلب جي السعلب وقال للأسد هي أسد أنا سمعت ان كنت محبوس في الأفص قال له ها الحيوانات اجتمعهم وحبسوني في الأفص قال لا بس أنا مش مصدق ان انت كنت جوه الأفص إزاي الأسد الكبير والضخم اللي عملك دور يخش جوه الأفص ردنا علي أسد قال له انتوا مش مصدقني قال له لا أنا مش مصدق قال طبعا انا اخش جوه الأفص وهو بي كان دخلت إزاي بالفعل هم الأسد وراح داخل جوه الأفص طلع جرج السعلب وراح قافل عليه الباب وقال للأرنب ما تصدقش الأسد مرة ثانية يا أسد يا أرنب ثلاث وثلاث 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 موسيقى ترجمة نانسي قنقر